لقد اعتنقت الشيوعية كانت الشيوعية هي حل الصعوبات والمشاكل التي كان البشر يواجهونها في جميع أنحاء العالم هذا جعلني أبحث في مختلف الديانات حتى عرفت الإسلام الدين الذي يساء فهمه أثناء نومي رأيت نفسي أركب دراجة في منطقة تخزين ضخمة وواصلت السير أبعد وأبعد وفي كل مرة كنت أنظر إلى الورائي لأتأكد من أن المدخل الذي دخلت منه لا يزال موجودا لذلك وصلت السير حتى وصلت إلى نقطة معينة عندما عدت كان كل شيء أسود لم أستطع رؤية أي شيء إذا لم أخرج من هنا فلن أخرج أبدا كان ذلك هو الموقع بدأت بالصراخ لكن الصوت لم يغادر حلقي قط لا أحد يستطيع أن يسمعني لا أحد يستطيع أن يأتي ويساعدني انتهى الأمر لقد انتهيت عندما استسلمت وأدركت أنه لا وسيلة لأخرج نفسي من هذا الوضع استيقظت كان الله هو من أخرجني من هنا كنت مستعدا للإسلام السلام عليكم دكتور بلال فيليبس يشرفنا جدا تواجدك معنا أريد أن أبدأ بسؤال وهو من هو الدكتور بلال فيليبس؟ هل يمكنك أن تخبرنا باختصار عن حياتك؟ الحمد لله أشكركم على استضافتي لقد ولدت في جامايكا تخصصت في الكيمياء الحيوية كان هذا اهتمامي أثناء دراستي في كندا اعتنقت الشيوعية وأصبحت عضوا غير رسمي في الحزب الشيوعي وكنت نشطا في التظاهرات الطلابية بخصوص تلك القضايا وعندما عدت إلى تورونتو صادفت الإسلام هناك اعتنقت الإسلام ومن هناك ذهبت إلى المملكة العربية السعودية لدراسة الإسلام بشكل رسمي كنت أعيش فعلا في الخليج أغلب حياتي كيف كانت حياتك فيما يتعلق بالإيمان؟ بماذا كنت تؤمن؟ لقد نشأت مسيحية ولكني كنت مسيحيا بالاسم أنا حقا لم أترك المسيحية كي أصبح شيوعيا لكنني اعتنقت الشيوعية للمفاهيم التي تناصرها وبهذا رفضت المسيحية لذلك لم يكن بداخلي أي صراع واع لم أفكر هل يجب أن أؤمن بالمسيح أم لا لكني شعرت بأن الشيوعية تمثل الحل المثالي لكل مشاكل الإنسان وكل الصعوبات التي يواجهها البشر في كل أنحاء العالم يمكن حل هذه المشاكل من خلال الشيوعية لذلك انضممت إلى الحركة الشيوعية على أساس هذا الفهم بعد قضاء بعض الوقت في الشيوعية في كندا والولايات المتحدة جئت لأرى بعض العيوب عيوب من حيث تصريحات الناس العلنية وتطبيقهم الفعلي على أرض الواقع عيوب من حيث فشل الشيوعية لتكون قادرة على المنافسة مع الرأسمالية فالرأسمالية تفوقت عليها لذا فهذا يعني أنه لا بد أن يكون هناك خطأ ما ولو كان هذا هو الطريق الصحيح فإنه ينبغي أن يكون في المقدمة كانت الشيوعية جميلة من الناحية النظرية فالشيوعية تأتي بأشياء براقة كانوا يقولون من كل حسب قدرته إلى كل حسب حاجته ستعمل إن كنت قويا ستعمل أكثر لكن احتياجاتك كانت أقل وأصغر لذلك لن تأخذ إلا حسب حاجتك والشخص الذي بجانبك هو فرد كبير لديه احتياجات كبيرة سيحصل على الجزء الأكبر مما يتم إنتاجه ولكن لأنه شخص كبير فإنه يمكنه أن يفعل القليل فقط إنه يفعل القليل ولا بأس في ذلك يبدو الأمر جميلاً لكن في الواقع البشر يريدون رؤية المكافأة على مجهودهم الذي بذلوه فماذا فعلت عندما أدركت ذلك؟ حسناً شعرت أنه كان علي أن أنظر إلى أبعد من ذلك ثم أصبحت منفتحاً للنظر في الأديان إذا رفضت الدين في المقام الأول فإن ذلك كان بسبب الجهل لم يكن لدي معرفة حقيقية بالأديان لذلك بدأت القراءة عنها البوذية والهندوسية والديانات الأخرى والسرعان ما رأيت أن تلك الأديان لم تكن عملية لقد قدموا الدعاءات واقترحوا مفاهيم كانت غريبة أو غير طبيعية وهذا ما جعلني أبحث في مختلف الأديان وأتحدث مع أشخاص مختلفين من خلفيات مختلفة حتى عرفت الإسلام ومن قراءتي لكتاب اسمه الإسلام دين يساء فهمه أجرى فيه الكاتب مقارنة بين الشيوعية والرأسمالية والإسلام والمسيحية والبوذية وجميع المذاهب المختلفة أجر المقارنة وحدد النقاط الجيدة لكل عقيدة ثم حدد النقاط السيئة والنقاط السلبية وما رأيته في نهاية ملخص قراءة الكتاب كان أن الخير كل الخير كان في الشيوعية وبالطبع كان هناك خير في الشيوعية ربما لم يكن الحل ولكن كان فيها خير لقد جمعت بعض الأفكار الجيدة معا كل هذا الخير تجده في الإسلام ولكن الشر لم يكن في الإسلام كان مفقودا من الإسلام إنه ليس في الإسلام فكأن الإسلام جمع الخير كله الذي أتى به البشر بشكل أو بآخر وتجنب كل سوء وكل شيء ضار تعتمده المجتمعات المختلفة وتمارسه الديانات المختلفة كيف سمعت لأول مرة عن الإسلام؟ قبل هذا البحث هل صادفت أي مسلمين؟ قلت إنك كنت في ماليزيا فما هو التصور الذي كان في ذهنك؟ هل كان لديك أي تحيز؟ هل كان لديك أي آراء جيدة عن المسلمين؟ ما رأيته في ماليزيا كان ثقافة الإسلام الإسلام ثقافة تبنت والدتي أندونيسيا كان يعيش في شرق ماليزيا ولاية صباح اسمها صباح وهي مع والدي كانا على علم بدين الإسلام وعلى هذا النحو كانت والدتي تقوم بأشياء لتسهيل معيشة إخواني بالتبني الذين كانوا يعيشون معنا وفي رمضان كانت تستيقظ مبكرا وتعد السحور لأخي بالتبني وفي الإفطار كانت تفعل ذلك أيضا كانت تحضر الأطعمة والمشروبات له عندما كنا نأكل لحم الخنزير كانت تطبخ له السمك إذا شربنا القليل من الكحول يوم الأحد في العشاء التقليدي فإنها تعد له عصير عنب فتأكدت من معتقداته الإسلامية ولم يتم المساس بها وكان يصلي في البيت أيضا في بعض الأحيان أنا وأخي وأختي ندخل غرفته ونراه على الأرض في وضعية السجود وكنا نتساءل ماذا يفعل لأنه هناك في ماليزيا في ذلك الوقت المسلمون لم يمارسوا الإسلام حقا بشكل علني في العاصمة فقد كان هناك مستعمرون قام المستعمرون البريطانيون بتقييد بناء المساجد في المدينة الرئيسية كان لابد من بنائها خارج محيط المدينة لذلك لم أرى مسجدا في تلك الأيام وممارساته الدينية كانت غريبة كما لو أننا رأينا شخصا يمارس اليوغا يفعل أي شيء آخر من الحركات التي كانت فريدة من نوعها لجماعات دينية معينة لذلك لم نرى الإسلام شيئا نريد أن نعرفه فقد كان غريبا كانت تلك نظرتي ولم أفهم ما كان يفعله إلى أن أسلمت وتعلمت كيفية الصلاة فقلت هذا هو الأمر إن أخي بالتبني مسلم فلنعد إلى قصتك مع اعتناق الإسلام لذلك بعد أن قرأت هذه الكتب ما هي الخطوات التي اتخذتها في النهاية لتسلم؟ السلام عليكم إخوتي وأخواتي أدركنا أن 80% من متابعين غير مشتركين في قناتنا كما تعلمون نحن منظمة غير ربحية والإعلانات غير مفعلة على مقاطعنا نحو الخلود ليست مجرد قناة بل هي مدرسة نحاول هنا تثقيف أنفسنا والشباب إسلاميا لذا فالسبب الوحيد لطلبنا هذا هو لنشر الحقيقة قد يبدو بسيطا لكنه سيساعدنا كثيرا لذا لنضغط الآن على زر الإعجاب والاشتراك ولننضمعا في طريقنا نحو الخلود فلنعد إلى قصتك مع اعتناق الإسلام لذلك بعد أن قرأت هذه الكتب ما هي الخطوات التي اتخذتها في النهاية لتسلم؟ كان الأمر منطقيا أما الباقي فكان بالنسبة لي مجرد لقد نظرت إليه كنوع من الانضباط فنحن نصلي خمس مرات في اليوم وهذا هو وضع بعض الانضباط في حياتك فتنظم حياتك وغير ذلك في يومك لذلك أعني في ذلك الوقت كنت قد أقلعت عن تدخين السجائر وكما تعلمون كنت موسيقيا أيضا لذلك تخليت عن الموسيقى لذلك كانت حياتي لقد وصلت إلى مرحلة أصبحت فيها مستعدا للإسلام هل يمكنك أن تأخذنا إلى لحظة الشهادة؟ كيف كان شعورك عندما قلت شهادتك؟ كنت أعيش في مجتمع من أعضاء الحزب الشيوعي وكنت قد غفوت وأثناء نومي رأيت نفسي أركب دراجة أقودها إلى منطقة وكانت منطقة تخزين ضخمة أو شيء من هذا القبيل كانت كالمرآب أو شيء مثل هذا كان الباب مفتوحا قليلا كان يكفيني أن أدخل ولكن كان الظلام شديدا في الداخل وواصلت السير أبعد وأبعد وفي كل مرة كنت أنظر إلى الوراء لأتأكد من أن المدخل الذي دخلت منه لا يزال موجودا لذلك كان هناك نوع من الخوف يتملكني فقد يغلق الباب لذلك واصلت السير حتى وصلت إلى نقطة وعندما عدت كان كل شيء أسود لم أستطع رؤية أي شيء وفي تلك المرحلة كان لدي شعور بأنني لو لم أخرج من هنا فلن أخرج أبدا لقد حل الموت لذلك بدأت بالصراخ ونداء الناس الذين كانوا في المكان لكن الصوت لم يغادر حلقي أبدا لا أحد يستطيع أن يسمعني لا أحد يستطيع أن يأتي ويساعدني وأخيرا شعرت بنفسي أن الأمر قد انتهى انتهى كل شيء عندما استسلمت قبلت أنه ليس لدي أي وسيلة لأخرج نفسي من هذا الوضع استيقظت وكانت تلك النقطة الأخيرة وهذا أكد لي وجود الله وأن الله هو الذي أخرجني من المكان لم يساعدني أصدقائي ولا ظروفي ولا أي شيء لذلك كانت النقطة الأخيرة وبعد ذلك كان كل شيء آخر مجرد إبحار سلس أردت فقط أن أسرع القصة أسلمت وكانت أمك مدافعة عن الإسلام وكان أبوك موحدا كما شرحت فهل أسلما في النهاية؟ نعم الحمد لله لم تكن لديهم نظرة سلبية عن الإسلام لأن كلاهما عندما كانا في الجامعة درسا ديانات العالم وكانوا قد صادفوا الإسلام وتعاليمه وهكذا كانت لديهم فكرة أنه دين صالح وما حدث هو أن العديد من أصدقائهم ربما أكثر من نصف أصدقائهم كانوا من المسلمين فرأوا المسلمين على المستوى العملي كانا شخصين لطيفين للغاية لذلك كان لديهم رؤية جيدة وحتى والدتي عندما كانت تدرس ديانات العالم في جامعة تورنتو كان أستاذها يهوديا وعندما علمها الديانات الأخرى كان يشير دائما إلى الخير والشر ولكن عندما وصل إلى الإسلام وجدت أنه كان يتحدث بشكل سيء فقط ولم يذكر أي شيء جيد لدرجة أنها وقفت في المحاضرة وسألت الأستاذ أليس هناك خير في الإسلام؟ لماذا نتعلمه إذن؟ كان يصور الإسلام بشكل سيء لذلك أخذت على عاتقها مسؤولية أن تذهب وتعثر على الكتب المنهجية الأخرى بدلا من تلك التي خصصت في هذه المادة لقد قرأت لكتابا آخرين وبعضهم كان من غير المسلمين ولكنهم كانوا معتدلين في وجهات نظرهم فبدأت فعليا بالدفاع عن الإسلام في قاعة المحاضرات بين الطلاب وهي بالطبع لم تكن محبوبة جدا من قبل الأستاذ لذا كانت درجتها في المادة مجرد جيد جدا وكانت جميع درجاتها في المواد الأخرى امتياز وكأنه يريدها على الأقل أن لا تحصل على درجة عالية في المادة وكما قلت كنا مسيحيين بالاسم فقط وهذا يعني أننا سنذهب يوم الأحد إلى الكنيسة كلنا كأطفال كنا نذهب على الرغم من أن والدي لم يفعل ذلك قط كنا أطفالا بالطبع ولم نكن نتساءل أبي لا يذهب إلى الكنيسة لكنه يرسلنا كان يتأكد من ذهاب مع أمي لذلك كنا نذهب دائما لكنه لم يذهب وبعد ذلك عندما أسلمت وتحدثت معه ومع أمي عن الإسلام أخبرني أنه في ذلك الوقت منذ أن كان عمره 13 عاما عندما كان يدرس في المدرسة في المدارس البريطانية في ذلك الوقت علموه المنطق وعندما فكر في المسيحية لأنه كان أحد أعضاء الجوقة في الكنيسة وكان والده قسا وعندما فكر في كون المسيح هو الله وجد الأمر ليس منطقيا لم يكن الأمر منطقيا بالنسبة له ولهذا السبب منذ ذلك الوقت فصاعدا كان يصلي دائما إلى الله وحده ولم يصلي للمسيح وإخوته وأخواته بالطبع أطلقوا عليه اسم الملحد هكذا نشأ واحتفظ بهذا ولهذا السبب لم يذهب إلى الكنيسة قط لأن الكنيسة تعبد المسيح بصفته الله وبعد إسلامي استغرق الأمر 21 سنة أخرى قبل أن يصبح كلاهما مسلمين لقد استغرق الأمر 20 عاما كي تشرح لهما الإسلام كلا أنا جربت كل شيء ولكني لم أكن أكلمهما في ذلك طيلة الوقت كنت أشرح لهما بعض الأشياء بدأ يعيشان أكثر فأكثر حول المسلمين ذهبا إلى نيجيريا وقاما بالتدريس في الشمال في المدارس التي كانت مدارس المسلمين ذهبا إلى اليمن وقاما بالتدريس في اليمن واليمن بلد مسلم ذهبا إلى المملكة العربية السعودية وأنشأ مدرسة إسلامية في الرياض فهما فنيين في الأساس فأنشأ المدرسة معا لذلك كانا يتفاعلان مع المسلمين وكان 90% من التفاعلات تفاعلات إيجابية وهكذا حتى عندما يكونان مع أصدقائهما فيذكر أحد الأصدقاء شيئا سيئا عن الإسلام تجدهما يدافعان عن الإسلام لأن لديهما ما يكفي من المعرفة الأساسية للتفريق بين الحق والباطل لذا بالنسبة لهما كان اعتناق الإسلام سهلا بالنسبة لوالدي قد شرح لي أنه عندما كان عمره 13 عاما وأنا لم أكن أعرف ذلك حينها كان يعبد الله وحده لا يعبد المسيح ولا أي إنسان والدتي من ناحية أخرى هناك حدث هو ما جعل أمي تدرك أهمية الأمر هما كانا في جدة يعملان لدى معهد جدة وعندما جئت لزيارتهما من الرياض كنت في الرياض أدرس الماجستير أخبرتني والدتي أنها اكتشفت أن كان هناك شيء ما في المنزل وقالت إنه يجري بسرعة ويتحرك بسرعة كبيرة لم تتمكن من معرفة ما هو بالضبط وما فعلته كي تخرج هذا الشيء الشرير من المنزل لقد قامت بحياكة صليب حاكت أكثر من صليب ووضعت واحدا على مدخل المنزل وواحدا في غرفة النوم وآخر في غرفة المعيشة لكنها بعدما فعلت ذلك قالت إنه لا يزال موجودا فقلت لها دعيني أقرأ سورة البقرة هنا فالإسلام علمنا أن نقرأ سورة البقرة لطرد القوى الشيطانية من المنزل لذلك جلست في غرفة المعيشة وقرأت سورة البقرة ثم رجعت إلى الرياض ونسيت الأمر فلما أسلمت قالت عندما ذهبت وقرأت القرآن هناك قالت لقد رحل في اليوم التالي ذهب قالت حينها أدركت أنه يوجد شيء صحيح في الإسلام بالتأكيد هناك شيء صحيح تماما فيما يتعلق بالإسلام وهذا كان له التأثير الأكبر عليها حقا وهكذا اعتنقت الإسلام في الليلة التي ذهبت فيها لزيارتهما في تورونتو وقالت لي لا تخبر والدك دعه يتخذ قراره بنفسه وفي صباح اليوم التالي جاء والدي وأعلن أيضا إسلامه بعد إسلامك لقد أصبحت نشيطا حقا في الدعوة هل يمكنك أن تخبرنا بأحد الأنشطة الدعوية التي لا يمكنك نسيانها؟ ربما اللحظة الأكثر إثارة في تجربتي كانت خلال ما سمي بعاصفة الصحراء هذه هي حرب الخليج الأولى خلال تلك الفترة نحو نصف مليون جندي أمريكي أتوا إلى السعودية لمحاربة صدام لمنعه من الاستيلاء على الكويت تم الدعوة من قبل رقيب سعودي الذي كان هو نفسه منخرطا في الدعوة بين تلك القوات قبل وبعد الحرب ولم تستمر الحرب لفترة طويلة بل بضعة أيام فقط لذلك كان يزور العديد من القوات الأمريكية ويحاول دعوتهم إلى الإسلام تم اقتراح فكرة بأن نقوم بنصب خيمة دعوة في وسط معسكر الجنود الأمريكيين الذين أنهوا الخدمة وكان عليها ملصق مكتوب عليه خيمة المعلومات الثقافية العربية السعودية ولم نطلق عليها خيمة الدعوة وهناك كان لدينا طاولات بها العديد من الكتيبات عن المملكة العربية السعودية والحيوانات والطيور والأشياء المتعلقة بالسعودية وكان لدينا أيضا بعض الكتيبات عن الإسلام خلطناها بما سبق وكان لدينا أيضا نسخ من القرآن الكريم باللغة الإنجليزية لمن أراد الشراء وفي الخيمة كان لدينا أيضا مناوبات مجموعات من العسكريين والجنود والرجال والنساء الذين يأتون ربما بعدد يتراوح من 150 إلى 200 في المرة الواحدة وعرضنا عليهم الإسلام بشكل غير مباشر عبر ذكرنا الثقافة العربية السعودية لأن الحديث عن الثقافة العربية السعودية سيتطلب في الأساس الحديث عن الإسلام لأن هذا هو ما يوجد في الأساس فكل ما تراه يأتي غالبا من الإسلام لذا فإن رسالة كيف يعيش الإسلام في ثقافة الناس قد وصلتهم وبالتدريج استحبنا عددا منهم لزيارة المساجد شاهد ماذا يحدث داخل المسجد انظر كيف يصلي المسلمون كانوا يطرحون الأسئلة رتبنا لذهاب المجندات إلى منازل السعوديين الذين درسوا في أمريكا وكانت زوجاتهم هناك لقد درسنا هناك أيضا لذا يمكنهن التواصل معهن لذا أتيحت لهن الفرصة للقاء نساء مسلمات لأنه بالطبع كانت لديهن فكرة أن المرأة المسلمة مضطهدة والمرأة ترتدي الأسود وهكذا لذلك كانت هناك مناقشة مفتوحة معهن في أي شيء أردنا أن يسألن فيه والحمد لله على مدى خمسة أشهر أكثر من ثلاث آف جندي قد أسلموا من خيمتنا هناك إن شاء الله لذلك كان ذلك رائعا بالنسبة لي لم أرى ذلك من قبل لم يكن تجمعا لمرة واحدة ولكن على مدى فترة من الزمن ولكن رؤية الناس بانتظام وتدريبهم وإعدادهم لأن كثيرا منهم بعد أن أسلموا ربما كان عليهم العودة لمدة أسبوع أو أسبوعين لذلك كان علينا أن نحاول منحهم أكبر قدر من المعلومات قدر استطاعتنا وكنا نحاول أن نتابعهم بعد أن عادوا إلى أمريكا أيضا لذلك يمكنك القول أن هذا أكبر حدث دعوي شاركت فيه إذن في الأساس ما هو هدفك في الحياة قبل الإسلام وماذا أصبح بعد الإسلام قبل الإسلام لم يكن هناك هدف واضح كانت هناك أشياء ينبغي القيام بها وكنت أحاول القيام بها لجعل الحياة القائمة حياة أفضل أعني في كل قراءاتي لماركس وإنجلز لا أتذكر قراءة أي شيء تحدث عن الغرض من الحياة لم يكن ذلك موجودا وأعني أنني كشيوعي أو ملحد أؤمن أن الكون كله مجرد صدفة أو حادث لذا إذا كان صدفة فما هو الهدف من الحوادث الحوادث تحدث فقط هذا كل ما في الأمر لذا لا مجال للبحث حينها عن مغزل الحياة الناس في مراحل معينة قد تتساءل وتقول حسنا ما الهدف من كل هذا سيسألون هذا السؤال لكن ليس لديهم إجابة كمسلم بطبيعة الحال الهدف في الحياة هو الوصول إلى الجنة الحياة هي طريق كي ننتقل إلى الحياة الأبدية التي نسميها الجنة إذن كيف نصل إلى الجنة من خلال عبادة الله ولهذا قال الله تعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَاللَّهُ خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ كَيْ يَعْبُدُونَ وَذَلِكَ كَيْ نَنْعَمَ بِالْحَيَاةِ فِي الْجَنَّةِ دكتور بيلال فيليبس شكرا لك على إجاباتك الصادقة والثاقبة لقد استفدنا منك الكثير تقبل الله جهودكم لهذا الدين آمين جزاك الله خيرا وجزى فريقكم على جهودكم في تبادل الفهم ومعنى الحياة مع من حولكم اشتركوا في القناة